بسم الله و الحمد لله و السلام و السلام و عد رسول الله و بعفت ازايك و سنة خمسة عاملين ايه ياربو كلوك تكونوا بخيري حبيبي نهارده ان شاء الله هنحل لها سئلة لسن فور في يونت سيفن من كتاب المعاصر هنحل لها سئلة الدرس الرابع في الواحدة السبع من كتاب المعاصر و نبدأ عرضه و نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال لسن اند سيركل استمع وضع دائرة هنا بقى الكلمة اللي بنسمحها في كل نمبر بنعمل عليها سيركل دائرة في نمبر ون ستورم الكلمة التانية في نمبر تو بارن الكلمة الاولى في نمبر ثري شارك الكلمة الاولى السؤال التاني سيركل ذا ادويرد اندر بليس اتوز اكوريكت وان بنستبدل الكلمة المختلفة بكلمة مناسبة نمبر ون جاردن هورس ليزارد شيب كلهم انيمالز مع عدى جاردن نعمل عليها سيركل ونكتب جوت يعني ماعز جوت جي او اي تي نمبر تو هارد دارك شيس فاصد كلهم ادجكتفز صفات مع عدد شيس فعل بمعنى يطارد نعمل علي شيس سيركل دائرة ونكتب سلو صفة بمعنى بطيء السيل ودابليو بعد كده نمبر ثري كورن يعني زورة بيز بسلة بوب كورن يعني في شار وبعد كده ستورز يعني كصص كلها حاجات بنصراحة فهنكتب ويت القمح برضو القمح لما بنطحنه بيبقى دقيق وبنخبز منه الخبز زي الزورة كده فهنكتب ويت قريبة من كورن زورة ويت يعني أمح نمبر فور رين بلو جرو فورم عندنا طبعا كلهم أفعال رين فعل بمعنى يمطر بلو بمعنى تهب جرو يزرع فورم استمارة يبقى دير كلمة مختلفة هنكتب ووتر ووتر هنا معناها يروي أو يسقي فيرب بمعنى يروي أو يسقي هنعرفين انه ووتر بمعنى مياه لو نون يبقى معناها مياه لكن لو فعل يروي أو يسقي طبعا هنا انا استخدمتها كفعل بمعنى يروي أو يسقي بعد كده نمبر فايف فار بار فضر يارد كلهم بلايس اماكن معادة فضر نعمل على سيركل ونكتب جاردن يعني حديقة منزل برضو مكان بعد كده فيل ان ذا جابز يوزنج ذا ويردس إن ذا بوكس بنختار الكلمة المناسبة وبنكتبها في النقط سليم هاد أفار سليم كان يمتلك مزرعة انت تستطيع ان ترى الكثير من الحيوانات والطيور كان يوجد عصفة السماء كانت مزلمة ولكن سليم كان زكي أو بارع هو وضع الزرة في الحظيرة it was very cold الجو كان برد جدا يبقى هنا بناءا على الميننج المعنى بناء راو نترجم وبنختار الكلمة المناسبة في النقط بعد كدريء الرينج الترتيب نترجم 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 الرياح هبت بصعوبة جدا نترجم 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 what did he put السؤال بدأ بكلمة استفهام يبقى كلمة استفهام فعل مساعد فعل فعل أساسي what did he put يعني ماذا هو وضع number three he put the corn in the born هو وضع الزرة في الحظيرة كده جملة في زمن الموضة البسيط تبدأ بفاعل فعل في التصريف الثاني مفعول باقي الجملة يبقى he put the corn in the born number four was there a storm in the evening هل كان يوجد عصفة في المساء was there a storm in the evening هل كان يوجد عصفة في المساء بعد كده عندنا choose and write the word الجملة الأولى the whale is bigger than the eel هنختار whale بناء على الصورة معنى الجملة الحوت أكبر من صعبان البحر number two the crab is slower than the dolphin الكابوريا أبطأ من الدولفين بعد كده choose and write the word number one the octopus the octopus is faster than the crab الأوكتبوت أسرع من الكابوريا number two the shark سمكة الكرش is smaller than the whale يعني أصغر من الحوت بعد كده عندنا سؤال choose برضو بنختار الكلمة المناسبة طبعا هنا السؤالين بيبدأ which أول سؤال هتبقى which fish do you like أي سمكة تحب الرد على السؤال I like the crab أنا أحب الكابوريا السؤال الثاني which one do you want يعني أي واحدة to read I don't know لا أعرف they are all cute كلهم جذابين بعد كده arrange الترتيب أو النوع من الجملة الجملة الخبرية بتبدأ بفاعل فاعل باقي الجملة أول جملة تبقى the crab is slower than the dolphin ده القاعدة اللي أخذناها يعني الكابوريا تكون أبطئ من الدولفن number two the share is over there محصل النقود هناك بعد كده الجملة الأمرية الأمر المسبت بيتكون من مصدر الفعل زائد باقي الجملة الأمر المنفي بيتكون من don't زائد مصدر الفعل زائد باقي الجملة أول جملة عبارة عن أمر منفي الأمر المنفي بيتكون من don't مصدر الفعل باقي الجملة what are you going to have what are you going to have ماذا سوف تتناول السؤال الثاني which one do you want أي واحدة تريد which one do you want يعني أي واحدة تريد بعد كده السؤال بهل بنبدأ بفعل مساعد فاعل فاعل are you sure dead السؤال الثاني is the bathroom far هنا الفاعل هو the bathroom فاعل غير عاقل هل الحمام بعيد is the bathroom far وكده يا حباب نكون انتهينا من حل الأسئلة لو أعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد أسمكم فرعاة الله يا حبابي والسلام عليكم رحمة الله وبركاته